هناك ملمح نريد أن نتحدث عنه هو فضيلة الشيخ استقال من مجلس الأوروبي الإفتاء وأيضا استقال من رئاسة الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين يعني ما الهدف من ذلك هل الشيخ كان لا يريد أن يصدر نفسه كثيرا أم أنه يرى أن تداول الرئاسة لابد أن يتم بارك الله بالنسبة لما تكلم عنه فضيلة الشيخ حسين حلاوة نعم وهو من المؤسسين لمجلس الإفتاء الأوروبي وهو الآن يحدثنا من دابل من إيرلندا وهو من أخص الناس بالشيخ وأحبهم إليه وقد جاء لتعزيتي هنا في الدوحة وعزانة في مجلس العزان نسأل الله أن يتقبل منه ويبارك فيه هو أن الشيخ كان مستوعبا لحياة الناس ما ذكره من استيعابه لحياة الأوروبيين تجده أيضا مستوعبا لحياة اليابانيين والصينيين والأفارقة وكان يحدثني في رحلة لكن كنت فيها معه وزار فيها المغرب ومريتانيا والسينيغان كان يقول أنه كان يريد أن يأتي على كل البلدان الإسلامية وأن لا يترك بلدا إسلاميا إلا عاش فيه وخالط أهله والشيخ كان شابا بروحه روحه وروح شبابية فيحب الأماكن الجميلة ويحب الآثار ويحب الخرير المياه ويشد مع الشباب ويقول الشعر فيما يعجبه وفي وصف هذه المناطق وكذلك في الجولات السياحية البحرية كنا نخرج معه في البحر البصفور في إسطنبول التي كان يقول فيها إنها مدينة المآذن والمنابر والقباب والبحار والأنهار والتلال والجبال والجمال والجلال والتاريخ والجغرافيا هذا تلخيصه لوصفي إسطنبول الشيخ رحمة الله عليه كان مستوعبا كثيرا لحياة الناس وواقعهم وكان له يوميا شخص مكلف بأن يعطيه أخبار العالم وما تهدد فيها الشيخ عندما يتيم يكتبه يوميا له فقرات معينة ثابتة في برنامجه منها فقرة الأخبار لو أحد الإخوة أصحاب الثقافة الواسعة والاطلاع والإعلام أيضا متخص في الإعلام يحدثه بالأمور والأخبار وأيضا بالتحالي الإخبارية وما يتعلق بذلك فالشيخ كان مستوعبا لكل هذه الأمور كذلك ما يتعلق بما ذكرت من استقالته من الرئاسة في هذه الأمور الشيخ رحمة الله عليه دوافعه الاستقالة متعددة منها أنه يريد أن يرى من يسد مسده في حياته من العلماء كما كان يرى في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وقد قدمه وضيلة شيخنا الشيخ أحمد ريسوني لهذه المهمة وأثناء عليه وزكاه ولذلك لم يترشح أحد معه عندما قدمه الشيخ في مؤتمر الاتحاد الماضي قبل أربع سنوات كذلك في المجلس الإفتاء والبحث الأوروبي كان الشيخ يريد أن يكون لأهل أوروبا أهلية ضطولة في هذا مثل الشيخنا الشيخ حسين حلاوة ومثل الشيخ عبد الله الجديع طلب يوسف الجديع مثل الشيخ سالم الشيخي وغيرهم من الشيخ أبيل حسن أحمد الراوي وغيرهم من الفقهاء الذين هم من أهل أوروبا ويسكنون فيها ويعرفون واقعها كان الشيخ قديما كما ذكر الشيخ حسين الآن يشير إلى بعض العلماء الذين كانوا يسكنون في أوروبا من أمثال القاضي الشيخ بعض القضاة الأخ أبي حاتم الآن أحمد الجابلة كان من الفقهاء الذين سكنوا أوروبا زبانا طويلة وما زال يسكنونها فكان الشيخ يقدمه وكذلك الأخ أبو سلمان الأخ أنيس قرقاح وغيرهما من الفقهاء الشيخ فيصل المولوي القاضي رحمة الله عليه من المؤسسين الأوائل لهذا المجلس وكان الشيخ يقدره تقديرا ويجله إجلالا عظيما وكنت أرى شدة حفاوته به وتقديره له مثل الشيخ العسال هذا الشيخ صاني كان الشيخ يحبهما حبا عجيبا ويقدرهما تقديرا كبيرا كذلك قبلهما الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه فلذلك هذه من الدواعي لاستقالته كذلك من الدواعي مخالفته الاتجاه المؤسسة مثل استقالته من الهيئة كبار العلماء في الأزهر لأنه خالف توجه الهيئة وما تسير فيه المؤسسة الآن فاستقال من أجل ذلك الشيخ رجل مستقل حر لا يمكن أن يكون عليه ضغوط لأحد ولا يمكن أن يخنع لأحد ولذلك قال أنا أعيش في قطر مرفوع الهامة ليس عليه ضغط لأحد نعم 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 نعم